السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن محمد نصر طالب بالفرر الرابعة كلية الهندسة جامعة الاظهر آآ سنة خارج الفين وعشرين ان شاء الله هنتكلم عن آآ المشروع الفردي الخاص بالمرحلة التانية آآ من تدريب طرق كهربا هو آآ ميديم وولتيج ترمينيشن البو طيب تمام ده كده شكل ايه الترمينيشن البو وده اللي احنا نتكلم بالتفصيل عن ازاي نركبه آآ المحتوى اللي بقى اللي هنقديه النبضة اول حاجة هنتكلم بنبضة عن كابلات الجهد المتوسط والتركيب الداخلي هنتكلم عن طريق تنفيذ علب النهاية او الترمينيشن آآ من النوع البو طيب آآ لكابلات الجهد المتوسط تمام اول حاجة هنتكلم معي ميديم فولتش كيبل آآ طيب ما احنا ميديم فولتش فاحنا محتاجين نعرف بتاع الميديم فولتش كام فالميديم فولتش آآ رنج بتاعه من واحد كيلو لحد ستة تتعاتين كيلو فولت طيب آآ عندنا اشهر مركة للكابلات والمستخدمة كثيرا في مصر اللي هي السويدي السويدي بتعرف كابلات بانها كابلات اتناشر على عشرين كيلو فولت تمام? المأسات الخاصة بكابلات الميديم فولتش هي من اول خمسين وانت طلع لحد تلتميت ميلي متر مربع اللي احنا نستخدمه او اللي بيستخدم في الترمينيشن البو من اول مية وخمسين يعني معانا مية وخمسين مية وخمسين مية خمسة وثمانين ميتين واربعين وتلتميت ميلي متر مربع تمام? هنتكلم عن تركيبك الكابل نفس. آآ الكابل عندي بتكون من حوالي سبع طبقات او تسع طبقات. اول حاجة الموصل او الكوندكتور. آآ ده اللي هو حامل للطيار. آآ يما بيكون من النحاسي اما بيكون من الاليمونيوم. عليه طبقة تسمى بسطارة الموصل. ايه هي سطارة الموصل? بالانجليز اسمها كوندكتور سكرين او كوندكتور شيل. وهي عبارة عن طبقة رقيقة من مادة شبه موصلة تستخدم للحصول على توزيع افضل للمجال الكهرابي على السطح. ايه معنى الكلام ده? هي طبقة بين الموصل وبين العزل. اولا احنا عارفين ان الموصل اللي عندنا ده آآ بيصنع من اسلاك مجدولة وملفوفة حواليين بعضها بحيث انها تديني الشكل للمستدير. وابده حسب ظهارة الاسكين افكت احنا عارفين ان الطيار بيمشي على الطبقة الخارجية للموصل بتاعه. فعشان ادي انسيابية او اخلي الملمس بتاع الموصل او بشكل املس او افضل. آآ بعمل ايه? سطارة الموصل دي. وهي مادة شبه موصلة. تمام? بيتوزع لي المجال بشكل افضل. ثالثة حاجة عندي اللي هو العزل. الاساسي بتاعي اللي هو بيكون اما ببي بي سي او آآ اكسي اللي بي اي. تمام? بعد العزل بيحط سطارة وتسمى بسطارة العزل. هي شبه سطارة الموصل بالضبط. آآ بس دي من فوق العزل. وبتبقى محصول على ان انا بحط فوق سطارة العزل دي شبكة نحاسية او اسلاك من نحاس. دي بتبقى المسؤولة عندي آآ انها آآ تعمل لي ايه? النيوترال او يعني باخد منها بابدأ اوصل منها بحيز ان انا لو محتاج النيوترال ممكن ااخده منها. او ان انا آآ آآ اوصلها على انها ايه آآ تقريد للكابل بتاعي وحمايته من الطيار الزيادة اللي بيكون موجود. آآ تمام? بعد كده عندنا حاجة اسمها مواد ملئة. المادة دي آآ بتكون حشو او بطانة من مادة الفيلر. آآ بحطها حوالين الكابل بتاعي. ده كده كابل سيليكور. هي بتجمع لي الكابلات. اتبقى الكابلات مع بعض بحيز ان هي تخليهم لي بشكل مستدير. عشان آآ اخلي الكابل كلهم شكله ايه دائري يعني. تمام? آآ بعد المادة المالية دي بيحط وسادة آآ للشريط التسليح. هي عبارة عن مادة مطاط مسلا بيحطها فوق آآ المواد المالية دي بحيز ان هو آآ يعني ما يحط عليها الشريط التسليح او اسلاك التسليح. ما 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 تقزيش الكابل الداخل التاعي. تمام? بعد كده بتحب يحط شريط التسليح السلب. ده اللي بيحمل الكابل من احمالي الميكانيكية. من حد يضغط عليه او حد حاجة تستند عليه. بحيز ان هو ما تقتراش. فده وظيفة شريط التسليح. آآ كمان عندنا اللغافة الخارجية طبعا من من البي بي سي. آآ وهي مادة آآ خاملة كيميائيا ما بتتأثرش بالعوامل الاوي. فدي بتحميلي عم مثل الكابل كله. تمام? هنشوف الصورة كمان ليه شكل الكابل بس آآ عندنا وبعد كده اللي هو سطارة الموصل وبعد كده العزل بتاعي الاساسي سواء بي بي سي او آآ وبعد كده اللي هو ايه سطارة العزل. وهي بعد كده اللي هي مباستخدمها عشان اعمل منها تقريد او نيوترل وبعد كده جاكت خارجي لها آآ من مادة عزيرة برضو بي في سي. تمام? هنتكلم بعد كده على آآ تنفيذ علب النهاية او الترميناشن لكابلات الجود المتوسط. اول حاجة انا ليه اصد بستخدمها او بستخدمها امتى? في آآ في الجود المتوسط فانا بستخدمها مع سويتش جيرز بستخدمها مع ترانسفورمر بستخدمها مع الرينج من يونيت. تمام? آآ عندي عملية الترمالة دي تنقسم الى قسمين. اولا تجهيز الكابل ثانيا تركيب النهاية. تمام? وهنشوف آآ في تجهيز الكابل. اول حاجة ان انا محتاج عشان اجهز الكابل محتاج اعرف الترميناشن دي آآ انا هجيبها ازاي? على حسب مساحة مقطع الكابل بيروح اجيب الترميناشن. طيب الترميناشن دي لما باشتريها بيكون ليها آآ زي ورقة او كتالوج مخصوص باعرف منه المساحات اللي انا المساحات اللي انا وفهود اقطع منها الكابل بحيس ان انا اركب الترميناشن بتاعي بشكل مزبوط. تمام? ودلوقتي معنا فيديو هنشع عليه ازاي بنحاكي عملية الترميناشن. تمام? اول حاجة هنا بيبدأ ينظف الكابل بتاعي كويس. يبدأ ياخد علامات بحيس ان هي دي اللي هيقطع عندها. دي باستخدام براية هيبدأ ياشتر العزل الخارجي او اللي هو الجاكت اللي عندي آآ تمام? اللي هو العزل بتاع بي بي سي. هيبدأ كده يشيله. يبدأ يشيل الفيلر ايقطع الفيلر ده ويشريت النحاس. ويبدأ ياخد علامة معينة. دي اللي هنبقى ايه? ما رجع علينا. هيبدأ يرجع اسلاك النحاس دي اللي هو هيستخدمها في الجراوند. هيبدأ يرجعها الورا دلوقتي ويبدأ يلزعها. بحيس انه في الاخر دي يرجع يجمحها ويربطها بلقز بحيس انها تبقى ايه? الاسم ده بتاعي. تمام? دي كده وسادة. آآ حاجة من المطاط هو بيحبها هتطاع في الكابل بتاعي بتاعي. يبقى هتطاع عشان يحمي لي العزل. آآ او سطرة العزل اللي عندي من آآ اتلاك النحاس. تمام? هيبدأ يقطعها برضو. وياخد علامات تانية آآ خاصة به ان الجزء اللي هيقطعها. ده كده هيشيل الجزء ده هو مش عايزه. آآ تمام? ويبدأ العلامة التانية هيبدأ يقشر سطرة العزل لحد العلامة دي اللي احنا قدام حطيناها. تمام? ويبدأ يجيب دي باستخدام برية برضو. ويبدأ يستخدم يشوف طول قد ايه? ويزود عليها حوالي خمسة سنتي. ويبدأ يقشر آآ العزل بالطول ده. تمام? برضو باستخدام برية. تمام? آآ بحس ان كده بقى عندي اللي هو اللي ظاهر بس الموصل. تمام? بعد كده بيعمل عملية تنظيف للعزل. آآ ويه هيركب آآ حاجة كده بحيث ان هو آآ يمنع اي آآ شارب ادجيس خاصة بالموصل ووهو بيدخل للادابتور لانها هتيزي الادابتور. تمام? آآ هنا بيعمل عملية تشحيم آآ بمادة شحم كده بحيث ان هو ايه? الادابتور يدخل معاه بسهولة. تمام? كده بيمسح العزل كله بمادة الشحم دي. ويبدأ يدخل الادابتور. تمام? ويبدأ يشيل الجزء ده خلاص انا دخلت آآ حامية الادابتور بداعي. هنا يبدأ يدخل ويعمل يعمل عملية كابس. ويشيل الجزء الخاص بالسامولة ده انا مش محتاجه. وبعد اما انكبست بالنسبة لي. تمام? هنا بيصنفر بحيث ان هو يشيل ايه. تمام? آآ هنا كده جمع الاسلاك اللي احنا كنا قيلين عليها في الاول. آآ وعملها وهيربطها ببعض بحيث ده يكون او الداريب بالنسبة لي. تمام? هنا بيعمل عملية التنظيف للادابتور. ويبدأ يحط مادة تشحيم. آآ برضو ويحرك على الادابتور كامل. وهنا على الجزء الاساسي بتاع السويتش جير بالنسبة لي. آآ تمام? بتاع عبارة عن زي مصور توصيل. آآ هنا بيستخدم حاجة آآ عبارة عن مفتاح اسمه مفتاح نيوتن. هو مفتاح ربط. آآ بس بقدر ازبط العزم بتاعي. آآ عندي رقم معين. هنا بيقول لي عندي تركي تلاتين. خمسة تلاتين. آآ وده طبعا الشرطات وزاعة الكارابة. ايلا في الكود عندك من تلاتين لحد اربعين. ده مقدار الربط بتاع الصواميل اللي انا بستخدمها فيه اسمها. دي كده اللي هو هي. هيبدأ يدخلها آآ في ويربطها مع آآ اللي هو نقطة التوصيل بالنسبة لي بتاعت السويتش جير. تمام? انا برضو نفس هيستخدم صوت مول عشان يربط. وهيربط بيه مفتاح نيوتن على آآ عزم تلاتين نيوتن. تمام? هيبدأ اهو يزبط آآ مفتاح نيوتن على عزم تلاتين. ويبدأ يربط الصمولة اللي معايا. تمام? هنا كده بيعمل عملية تنظيف بعد ما استخدمها. آآ بعد ما استخدم الرابط عملية الرابط بتاع الصمولة. ويبدأ برضو يحط مادة مادة تشحيم. بس ان هو يسهل ان هو يدخل الجزء الاخير بتاع الترمينيشن. هنا بيستخدم سلك او حبل بحيس ان هو كل ما يربط. يبدأ يشد السلك ده ويخرج اي هوا آآ جوة الترمينيشن. هو كده بيربط. تمام? وبيزبط برضو العزم بتاع آآ مفتاح نيوتن على تلاتين نيوتن. وهنا ايه? بشكل السلك او الحبل اللي عندي بحيس ان هو كده ما فيش اي هوا جوة. ده كده الغلاف الخارجي بس الترمينيشن. وكده تمت عملاتك الترمينيشن اللي وان كور. تمام? دي العجزة اللي هيستخدمها فيه الارضي. تمام? وعندك الاستقل الواحد والتنين بيبدأ ايه يعمل فيه ونفس اللي احنا عملناه بالضبط في نفس الكابل ده. تمام? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.